السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة أخوكم أبو علي في حلقة متحد شلا بيستضاف شاب موريتانيا وبيسأله موريتانيا دي دولة عربية أو انت تعلمت العربي فين فرد عليه طبعا قاله في موريتانيا شيء غبي جدا الحلقة دي هنتكلم عن موريتانيا وجمال موريتانيا خليكم معينا لأن الحلقة دي مشوقة جدا نسمعوها للآخر يلا بينا موريتانيا من كل مشابه كلمة موريتانيا مشتقة من كلمة مور أطلقها الغرب على سكان العرب والأمازيغ اللي اتواجدوا في الأندلس والشمال الغرب الأفريكي فجت منها كلمة موريتانيا موريتانيا لو حبيت تديها حق بسيط من حقها غير الحق الأدب المنتشر قوي اللي خليها تاخد شعار بلد المليون شهيد ممكن نصفها زيها زي السودان إذا كانت السودان سلت خبز الوطن العربي في الغذاء النباتي فموريتانيا تقدر تكفل المجتمع العربي كامل من الغذاء الحيواني من الأسماك عندها طول شاطئ أو طول بحري حوالي داخل في الألف كيلو من 750 لألف كيلو على محيط مش عمزينة على بحر متوسط على المحيط الأطلسي فده تخليها دولة من أكبر الدول الغنية بالأسماك أو بالإنتاج السمكي دي نقطة في بحر من الإمكانيات اللي فيها موريتانيا تعالي بقولك حاجة بسيطة كده وخليها على جنب لو ربنا كرمك وتشرفت وروح تتجوزت من موريتانيا أو فيه هناك ناس قبلوا تتدوك بيتهم من موريتانيا وطبعا لك الشرف أنك تتجوز من هناك خد بالك يوم فرحك لو لقيتها لابسة اسود أنت ما موتش أنت حي أولا ده هناك من تقاليدهم بسبب رفع أخلاقهم أو تهزيب الروحي بسبب الشعر اللي عملوا في نفسهم فأزمح ليهم كتلوق خاص عن النساء العربية في إقامة الأفراح سأت كمان أن أنت لازم تتعلم لعبة بابش كويس لأن هما في الفرح هيخبوا منك العروسة والمطلوب منك يا فالح أنك تتعارك وتضرب وتروح تدور على العروسة وتديها هدية كبيرة فعندهم حاجات كده في البعض بيبص لها بالغرابة والبعض الثاني بيبص لها بالرومانسية جميلة جدا وهو هتفكر تعمل فيها سسايد سسايد ده هنا في مصر في السوداء في أي دولة تانية في أي مكان في العالم إلا في موريتانيا الست الموريتانية مش هتبكي عليك لو جيت طلقتها أبدا دي هتعمل فرح وهتعمل هو ده اللي هتعمله شنطتك وعلمك وهناك المجتمع ما بيبصش للست المطلقة إن هي ست وحشة أو ست إزاي تتطلق أو إن هي ست غير قيمة لا ده يبص لها بنظرة نظرة احترام ونظرة تفاخر بيها وتلاقي الرجالة كتير بيطلبوا يدها من أول وتاني تمام فالست الموريتانية شيء وستات كل ستات العالم في شيء تاني ست فريدة من نوحة أو امرأة فريدة من نوحة نرجع بقى لتاريخ موريتانيا الحكاية تبدأ في موريتانيا بقبائل كبيرة اسمها سنهاجة كانت بتسكن موريتانيا كان منهم أكبر قابلتين جدالة ولانتونا في جدالة كان المسلمين ضعف عنهم الإسلام بسبب إنهم موجودهم في أعماق الصحراء سكنين هناك فأصبح الدخول الوعاظ والدعاة ليهم صعب جدا فبدأ تنظر مظاهر الانحراب في عيد الدين شوية فبدأوا يخشوا في ظنوب كبيرة جدا اللي معجبوش الحال رئيس قابلة جدالة يحيى ابن إبراهيم الجدالة راح الحج وهو راجع عد على مدينة العلم القيروان في تونس وتحية طبعا لأهل تونس عد عليها وحقق قصة طلع معاه شيخ ساب المدنية وسب كل حاجة مرفه بيها في مدينة وراح في أعماق الصحراء عشان يدعو الناس دخل قبيلة فعلا وبما إن كان يحيى الجدالة كان إنسان طيب ورقيق فكان قومه ما بيتعوهوش جامد أو بمعنى أصح ما عندوش قوة الشاكيمة أن هو يحكم قومه ويدعوهم بالقوة فدخل الشيخ عبد الله بن ياسين وبدأ يدعي الناس كان رد الناس إيه شوية صغيرين وفقوه والباقي رفضوا المجتمع الجدالي كله رفضوا لدرجة إنهم ضربوا خرج ويرجع قايروان لا قعد على نهر السنغال ما بين السنغال وما بين موريتانيا وقعد هناك وقال لهم إلي عايز يتلقى العلم يجي بدأ شوية من الشباب وركز في نقطة الشباب لأن الشباب هم أغير ناس على الدين وعلى الإسلام فبدأ يجولوا شوية من الشباب وشوية يجيوا شوية وبدأوا يعملوا قبيلة بعد كده جالوا ابن عم يحيى بن إبراهيم الجدالي يحيى بن إبراهيم اللنتوني رئيس قبيلة لنتونة وجالوا وجمع ألفه بعد كده خدهم ودخلوا قبيلة لنتونة وقال لقومه أمرهم فانضم ديهم وبدأوا الألف وألفين وتلاتة سموا نفسهم جماعة الرباط ليه؟ الرباط في اللغة بمعنى المكوس أو الجلوس تمام؟ وفي رأي تاني أو في تفسير تاني بمعنى الخيمة فكانوا بيعملوا خيام فسموا نفسهم المرابطين أي أهل الخيام المرابطين الجالسين أو بيطلق عليهم بعد كده في اللغة اللي هم منتظرين الجهاد مرابطين للجهاد فبدأوا يعملوا الدولة دي وتأسست الدولة دي فضلها إيه؟ أو عملت إيه؟ عملت إنجاز دولة صلاح الدين الأيوبي في مصر هنا ما قدرتش تعمله يعني أكبر إنجاز عملته دولة صلاح الدين الأيوبي إن هي حرارة الأوتس الدولة دي عدت وأنقذت دولة الأندلس وحررت أندلس من غزه كبير بعد مملوك التواقف أو الملوك اللي قسموا الأندلس المسلمين فجلوا يتعاركوا مع بعضيهم دي واحدة شبيهة بواحدة صلاح الدين لكن دخول الإسلام لأكتر من 20 دولة في أفريكيا من أول السنغال والكاميرون والنيجر وسيريليون ومالي وبدأ الإسلام ينتشر بسبب فتحات دولة المرابطين فإذا كان واحد زي متحد شلف يطلع يسأل إيه هي دولة المرابطين فده عب إحنا في ثقافتنا وعب في تعليمنا وعب في حكومتنا كمجتمع عربي كامل لأن إحنا ما بنوصلش لأطفالنا أو لأولادنا تاريخنا الحقيقي إحنا بنزور التاريخ بأدينا وللأسف زي وزي الناس كتير بتضطر أنها بتبحث بنفسيها على التاريخ وتقدر تجيبه دولة المرابطين يكفيها شرف إن لما ذكر اسمها هرب جيش من ألفونس السادس إلى المعتمد والله ما يضايق علي الحصار إلا الزباب فإن شئت أرسل إلي مروحة أروح بيها عن حالي من المعتمد إلى الكلب ألفونس والله إن لم تأخذ جيشك وترحل لأرسلن إليك مروحة من المرابطين فلما سمع اسم كلمة المرابطين خد الجيش وهرب ولما عدى عدى يوسف بن تشفين رئيس دولة المرابطين لنجدة الأندلس راح ترك الغنايم كلهم والمعتمد ليه جملة هنا لما تلم مع التواقف وقالوله قالوله نخاف نجيب يوسف بن تشفين ينجدنا فياخد ملكنا قال لهم والله لأرعى الغنم لأرعى الغنم في دولة الرباط أحب إلي من أن أرعى الخنازير في دول أوروبا دولة كانت ناس أفاضل ودي دولة موريتانيا جزء بسيط من تاريخها الكبير المشرف وأشوفكم على خير في الحلقة الجاية ولو عجبتك الحلقة اشتراك لايك تفعيل جرس عشان كل ملزة حلقة يجيلك إشعار أشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة